الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان تير كأفراد وأركان الإسلام ككمدة وحوية بيش رمضان أولا صومه نعم الصيام ينقسم إلى قسمين صيام فرض وصيام نفل صوم كلبق يوقع بسماء صوم واجب يبصوم سناء صيام الفرض منه صيام رمضان صوم كواجب هو حكم بيش رمضان أولا صومه لابد أن يصوم المسلم وحواجب أخفكم مسلم كأنه صومه العاقل وعقل اللي قاله البالي يعني الكبير غير الصغير وقانقار كأه المستطيع على الصيام وصوم كنا أوده المستوطن غير المسافر ودقن ونقي ومسافر كأهين وتخلو المرأة من الحيض والنفاس خفك الضمر كأنا وإن يسن أهين خف حيض النفاس قبتا كل من توفرتها في هذه الشروط لابد أن يصوم رمضان من أذان الفجر إلى أذان المغرب يصوم عن جميع المفطرات هذا هو الركن الرابع ذكرنا في ممضى أن الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة والله أعلم والله أعلم